اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ازايكم عاملين ايه وحشتوني لو اول مرة تشوفي القناة يلا بقى بسرعة كده اشتركي فيها وفعالي زر الجرس عشان يوصلي كل جديد ومشكركم جدا على كل كل كلامكو كل بجد يعني كل كلمة بتكتبوها لي ربنا يا ربي جزيكو كل خير بجد بتفرحوني بتسعدوني يلا بقى احطي لايك للفيديو ده عشان هنعمل ايه روتين يعني بصوا عميد جدا لغرفة الاطفال طبعا جالي كومنت كده صارة هو فين قط الاطفال لمسي مش بتطلعيها لا لا هقول لكم كل حاجة في الفيديو كمان عايزة اقول لكم اه هنتكلم النهاردة عن الكسل في متابعة حبيبتي ام عمر كتبادي بتقولي صارة عايزة يعني عايزة الكسل ده يبعد عني واتكلمي على الكسل اعمل ايه هحكي لكم كل حاجة دلوقتي وهقول لكم هنعمل ايه ونمشي ازاي بخطوات سهلة وفعلا فعلا لو انت مشيتي بالطريقة اللي انا بقول عليها دي ان شاء الله خلاصي طبعا من الكسل ومن عارفين انتو الطاقة اللي هي بتبقى سلبية مش قادر اقوم اعمل حاجة انا اتحبانة انا منهكة الحاجات دي كلها هتغير معاكي بس اسمعي بقى الفيديو الاخر وعايزة اطلب منكو طلب بقى كل الناس هتحبين يتشاير فيديوهاتي عشان نكبر ان شاء الله ويلا بقى نبدأ بقى الروتين اول حاجة طبعا اي حاجة اي غرفة هتعمليها لازم تبدأ من فوق لتحت يعني تغذي الشباك تغذي الحوائط بعد كده الخشب بعد كده الارضيات طبعا هعمل معاك الروتين وانا بتكلم عليك تغذي طبعا اول حاجة كده الناس اللي بتحس بكسل هتعملي كم حاجة كده عشان تحسي بنشاط اول حاجة لو انت بتصحي متاخر يعني مثلا بتصحي الساعة 12 او 1 لا ماينفعش لازم تغذي نفسك في يوم لو هتطبقي حتى لو هتصحي الساعة 6 ده هيفرق معاك جدا جدا يعني تشوف انت الوقت المناسب ليكي 6 او 8 الوقت المناسب ليكي هو ده الوقت اللي انت فعلا هتحبزين نفسك يعني انت مثلا تقدر تيجي ع نفسك وتصهر يوم عشان تقلبي خالص يومك وتبقي فعلا فعلا تبدأي كده يومك بدري وتحس بطاقة ايجابية هتحس ان انت عايزة تعملي كل حاجة والولاد نايمين انا عن نفسي واحدة من الناس اللي حب اشتغل جدا 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 وولاد نايمين هتقول لي ليه هقولك مش عارفة يعني تخيلوا كده ما شاء الله في طلبات وفي ماما عايزة كده وماما عايزة كده وعايزة مذاكرة وعايزة حفظ فالله يعينا ويقوينا طيب هتعملي ايه بقى؟ اول حاجة كده تثبطي المنبه وتخليه نغمة كده تكون مختلفة عن النغمة بتاعتك الطبيعية التقريدية اللي انت اصلا بتصحبيها مثلا في ايام المدارس او يبقى عندك مشوار او كده لا غيري النغمة عشان تبقى نغمة مميزة وتصحي بدري فعلا وهتيجي كده تعملي روتين لنفسك يوميا هتعملي ايه؟ اصلا اول ما تقومي كده مع السرير قول كده دعاء سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اللهم اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وطهر الرجال طبعا يعني الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصنا ان احنا يوميا نقول الاسكار والدعاء ده في وسط الاسكار فاول حاجة ان انت لازم تقوليه كده عشان ربنا هيبقى عنك فعلا الكسل وعدم ان انت مش قادرة تقومي والحاجات دي ما كانش الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصنا ايه؟ ان احنا نقوله اتفقنا ده اول حاجة ثاني حاجة بقى الناس اللي بقى بتستتقل ايه ده انا هروح اعمل كده لا ده المهام ده كتير قوي نهاردة هعمل كذا وكذا وكذا لا لا انا مش قادرة لا ده انا هدخل اعود احسن همسك الموبايل هعود على اللابتوب هتفرج على المسلسل التركي اللي انا بتفرج عليه وهكذا بحكذا هتلاقي اليوم عندي خلص وصلتي لحاجة ان انت يعني ما عملتش اي حاجة من اهدافك فشل مش قادرة ان انت تقومي خلاص الكسل سيطر عليك نعقلك وتفكيرك خلاص مش قادرة قوم تعبانة الجو برد الجو حر ايا يكن كل حاجات دي لا طيب تعالوا كده نرجع كده يعني الناس اللي عندها كسل ترجع كده تعمل فلاش باك كده هتلاقي نفسك ان انت اه عملت فكري ان هقوم دلوقتي هعمل واحد اثنين عشرة لا انا بقى بقولك تعملي حاجة مهمة جدا النهاردة عندك مثلا نزولة رايحة تجيبي حاجة وعندك ترويق بيتك واكل ممكن تعملي حاجة حلو قوي تقسمي المهام بتاعتك دي لحاجات صغيرة يعني دلوقتي هعمل مثلا ترتيب البيت وهرتاح شوية وبعد كده هنزل وارجع تاني ارتب البيت او تعكسي اهم حاجة ان انت تعملي ايه تبسطيها لنفسك عشان عقلك الباطن يقدر ان هو ايه او ان هقوم اعمل كذا ايه انت هتقومي فعلا تعملي كذا فتلقائي هتلاقي نفسك اصلا هتقومي هتهدي الدنيا بقى على حاجة دلوقتي مثلا شغل البيت عندك قطت الاطفال بقيت ايه كوم قطت انهم انبوصوا فوق بعض الانتريو وصفرة والمبخ والمواعين والطويلة مش نظيف طبعا الشقة كلها عايزة كده تتفجر انا معاك ان احنا هنفجرها ماشي؟ طبعا ننسي يوميا كده هتقولي لا كل يوم بقى مالة تزيد علي مش هعمل حاجة يجي جوزج بقى من الشغل ايه يا هنم ده؟ هو انت بتعملي ايه طول النهار؟ طبعا يا جماعة معلش الكلمة دي بتتقال على الناس اللي بتعمل اصلا والله العظيم الكلمة دي بتتقال يعني بتتقال على الناس اللي تعبانة طول النهار المهم يعني تيجي بقى ايه الشقة طبعا مليها تراب وكركبة وعدم تنظيم فتيجي مثلا تحكي مع واحدة صاحبتك تقول لها تقول لها ده انا البيت عندي زي الزفت مش عارف اعمل فيه اي حاجة طبعا مثلا صاحبتك دي لا واحدة ناشيطة مثلا ربنا يا ربي بارك في صحتها وكده تقول لك اه لا يا حبيبتي شغل البيت ده ما بياخدش معي ايه غمضة عين هب هب وعلى طول بيخلص ما تحكيش لحد ظروفك ليه بقى لقيت ان الله اعلم تزيه ما شاء الله ربنا مديها مثلا طاقة ربنا مديها ان هي فعلا انا عايز تصحى بدري فربنا بيقويها ان هي تعمل اه ممكن يكون ظروفها غير ظروفك اه هي تعود تصحى بدري تلقائي كان شغلها كان حياتها قبل الجواز انا بقول لك لو انت حاسة بكسل لا هقسمي كده اه مهام يعني مثلا ابدأي بحاجة صغيرة هتلاقي قصنا المهام بقى ايه 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 انا طبقت الهدوم اهب غسلت المواعين اهب معرفش غيرت الملايات هتحس ان انت روحة نفسية كده وعينك هترتاح لما تلاقي شقيتك نظيفة وبيتك مرتب وولادك كده اه اه مديهم الشاور بتاعهم اه اه مثل رحالهم اه 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 اعدا بالذكر معاهم او لو انت لسه اطفال خالص بيبي يعني لسه يعني سنتين وكده اه يلونوا يلعبوا بحاجة هتحس انت براحة نفسية هتحس انت ام منظمة اه اه تحديتي الكسل فانا بحب يعني ان اتكلم معاكم مثلا كده في امسال ان احنا لو في كده نعمل كده يارب تكون المعلومات دي فادكو ووصلتوا معايا يعني ان احنا فعلا لازم نتحدى الكسل ده عشان تكسل ولا هي خليكي خليكي وقفة زي منزل ما عملتش اي حاجة جديدة فاحنا عموما اه كامهات لما بنيجي نحفز بيبي مثلا بيبي ايه بس لما بنيجي نحفز طفل مثلا اه اكيد مش هتديله مثلا خمس كلمات مرة واحدة انجليش او عربي لا 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 فيش الكلام ده طبعا انت هتجي تعملي ايه اول حاجة طبعا هتديله ايه كلمة صغيرة من ثلاث حروف بعد كده هب اربع حروف بعد كده كلمة من خمس حروف هيبدأ بقى يجيب بعد كده معاكي بقى من ست حروف كلمة بقى حلوة كلمة كبيرة هتلقط او هيلقط اي حاجة هتقوليها بس كده ويرب يكون الكلام فاتكو وهنا بقى خلاص خلصنا بقى غرفة الاطفال عايز اقول لكم ان انا مبسوطة جدا 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 لما بصور معاكو بوصل لكم كده طاقة ايجابية والحمد الله خلصت عايز اقول لكم طبعا هوا الشقة وهوا اي غرفة عندكم خلوا الشمس تدخل كده واتنور فعلا حياتنا مش هقول لكم الشقة والمبخ عندي اللهم مبارك نظيف الحمد الله اهم حاجة نامي وانتي مبخك نظيف وهنا بقى كنت نقعة كده برغل نقعته وصفيته هعمل ايه بقى حطيت ملح وحطيت معلقة سكر عشان طبعا اللحمة تبقى مستوية معايا وحطيت معلقة بابريكا وبعد كده فلفل اسود انا عايز اقول لكم ان انا هعمل كفتة مشوية بالبرغل طحفة جدا منصحكم تجربوها وهنا بقى تواب اللحمة واخر حاجة معلقة حبهان كده معلقة حلوان وبس كده وحطيت كسبرة خضرة وبصلية كده كده كبيرة وهنزل بقى روح عند الجزار عايز اقول لكم بجد بجد يعني دوقوا كده الكفتة بالطريقة دي هتعجبكوا جدا 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 وحطيت كده اخر حاجة بقى في التوابل ماجي ماجي تكون بودر وحطيت كيس كده بيكنج بودر ليه صار البيكنج بودر مش قادرة اقول لكم بجد هتخلي معاكم الكفتة كده هشة وجميلة هنا بقى خلاص قطعت اللحمة اللهم بارك آآ الكوبايتين برغل بحط عليهم كيلو ونص من اللحمة وهنا بقى الراجل ما شاء الله بيخلط لي كده البرغل باللحمة بالتوابل اللي انا حطيتها وعايز اقول لكم هتبقى احلى بجد احلى كفتة ممكن تكلوها في حياتكم حلوة جدا جدا بصوا ما شاء الله روحت البيت وصبتهم في الفريزر بقى زي نص ساعة كده عشان طبعا الجو كان حار جدا وبعد كده بقى هبدأ ان انا دلوقتي اصبعها على ايه على آآ عيدان خشب بس اللي هي كبيرة مش الصغيرة بتاعت الشيش طوك يعني ومعايا بقى هنا مية كده مية بصل او ممكن لو مية عادية براحتك المتاح عندك كده بقى ان انت تصبع بقى بمية البصل او مية عادية بالطريقة اللي انتو شايفين هذي بصوا بجند تحفة جدا عايز اقول لكم جربوا الكفتة كده ولادكو اصلا هيحبوها عملتيها بقى جنب طحينة ورز عملتيها جنب مكرونة هيحبوها قوي قوي طبعا ممكن تحطي العصيان الخشب دي في مية ساقعة عشان ما تتحرقش لو انت هتعمليها على النار لكن لو في الفرن مش بتتحرق خالص يعني انا طبعا عارف ان انا هعملها في الفرن فما حطتهاش في مية ساقعة بس كده تمام وتصبعيها كده احلى واحد بتاع الكفتة بس كده جمان عايز اقول لكم حاجة ما شاء الله كيلو ونص عمال لي ثلاث اكياس من الكفتة اه يعني دلوقتي عملت كده الكيس ده وبعد كده اه الكيساني التانين هشلهم طبعا في الدي فريزر ليه بقى يوم تعبانة يوم كسلانة يدبك هتطلعيها تفك وبعد كده هتصبعيها وتعمليها بقى عالجريل او عالشوية او في الفرن ايا ياكم بقى في اي حتة انت هسويها فبصراحة يعني هي مغزية وموفرة بترمي معيك يعني عدد حلو يعني ما شاء الله بس كده وخلاص كده هي دي بقى الكمية الكيس عمال لي الكمية دي ما شاء الله اللهم بارك بس كده تمام طبعا نشغلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين يسخن كده وبعد كده بقى قلت اشيل الكفتة اللي انا قلت لكم عليها الكسين التانين ما شاء الله طبعا بتفرديها كده عشان ما تاخدش مكان معاك في تضيف فريزر وخلاص كده هشيلهم وطبعا انا طول ما انا واقفها وانتي طول ما انتي واقفة في المطبخ لازم على طول اول باول تشلي حكتك وتنظفي الرخمة بتاعتك لو الدنيا فضلت مظيفة عندك الدنيا هتفرق قوي شلت بقى كل حاجة وطبعا انا كنت باعمل كفتة زفارة يعني بحب اختل كده الرخمة بصابون وخل وبعد كده بقى انا شيفها كده بكتعة قماش عايز اقول لكم جد طول ما انتي واقفة وبنظافي مباخك اول ما تاكلي يا دوبك هتخسلي بالزبط الكوبات اللي انتي استخدمتيها والمعالي والكم طبق وشكرا على كده بس كده برس بقى كده الكفتة بتاعتي مع الشوية وطبعا اوعي تحطيها كده وتشغليها لقى طبعا في تكاية لازم تعمليها في ايه صارة ان انا تحت الكفتة احط صنية كده مليانة ميا عشان الكفتة طبعا هتنزل يعني اه ميا او الدهون بتاعتها او كده هبهدلك طبعا الفرن فدي تكاية مهمة جدا اهو انا ملتها ميا وسبتها اه وبعد كده تخسلي الصواني بتاعتك وخلاص كده ومشاء الله نص ساعة بالزبط وطلعت اهيه من الفرن واو طبعا هتحطي بقى بقدونس كده من تحت بصوا الرسيون ما تحرقتش ما شاء الله وعملت الرز جنبها وخلاص كده بقى الفهنة وشفة اه بتمنى بقى انتم تجربوا الوصفة دي بتعجبكم ان شاء الله اللي حبكم في الله وبصوا بقى الصفرة بشكلها بصراحة كيوت خالص خالص يعني بس كده حاولي ان انت تحط الصفرة كده بشكل حلو بشكل منظم وبصوا بقى ولا مكتومة ولا اي حاجة بصوا الكفتة تحفة ما شاء الله واللهم بارك هنا كنت هشيلها قالوا يا الله ما ما تشلهاش بس ان ما كانتش عايزة تشيلها يعني بس كده احلى كفتة دي ولا ايه بصوا بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله باركئب